أهلا بكم في قناة اكتشف مصر هنتكلم النهاردة عن مؤامرة الحريم المعروف أن المرأة إذا أحبت أصبح الرجل الذي تحبه هو كل حياتها وسيدها ومولاها وتاج رصحة ولكن إذا غادرت المرأة أو خانت أصبعت أشد قصوى من تعلب جريح أو حية من هنا بتبدأ قصة الملك رمسيس الثالث رمسيس الثالث هو ملك من ملوك الأسرة العشرين الفرعونية ويعتبر الملك رمسيس الثالث آخر أعظم الملوك المحاربين كان محاربا عظيما فقد قام الملك رمسيس الثالث بعمل حروبا دارية انتصر فيها كلها هزم الليبيين وشعوب البحر وأصر الكثير منهم خاض الملك رمسيس الثالث أول معركة بحرية حربية في تاريخ مصر القديمة ضد شعوب البحر وهذه المعركة منقوشة ومرسومة بالسور على جدران معبده المقام في البر الغربي للنيل والمعروف باسم معبد مدينة هابو في الأقصر كان الملك رمسيس الثالث يعشق النساء وكان قصره مليء بالزوجات والجواري من كل بلاد العالم وكانت مدة حكم هذا الملك 32 عاما كان حكمه يتميز بالسلام والأمن والأمان وكان ملك سعيد بأن الناس بتعيش في أمان وسلام في عصره ورغم ذلك لم تترك المرأة الملك رمسيس الثالث في حاله تعرض الملك لمؤامرة ناعمة قاتلة بطلت هذه المؤامرة كانت زوجاته التي تسمى باسم تيا كانت تيا هي أحدى زوجات الملك رمسيس الثالث وعلمت هذه الموج الزوجة الثانوية أو الزوجة الغير الأساسية أن الملك رمسيس الثالث قرر أن يتولى من بعده ابنه رمسيس الرابع حكم مصر وكان هذا الابن من زوجة أخرى وصممت تيا على قتل الملك وتعين ابنه المعروف باسم ابن طاور مكانه وقامت هذه السيدة بعمل مؤامرة حريم ضد الملك رمسيس الثالث فشلت المؤامرة وتم القبض على المتآمرين وقدموا للمحاكمة كذلك تم القبض على ابن طاور ابن الملك رمسيس الثالث من زوجته تيا وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا وترك الملك ابنه ليختار بنفسه طريقة الإعدام وقرر الابن الانتحار وكان عمر بن طاور ابن الملك رمسيس الثالث من زوجاته تيا كان عمره لما انتحر خمسة وعشرين عاما وقد شنق نفسه وحدث ذلك منذ أكثر من تلات تلاف ومئة سنة وبعد أن شنق بن طاور نفسه فشلت مؤامرة الحريم وتم تقديم المتآمرين للعدالة وبعد فترة سيّرة من قتل الملك رمسيس الثالث وجدنا أدلة عنف على الممياء الخاصة بالملك وجدنا جرح خاص بزبح الملك رمسيس الثالث وهو جرح النافس في رقبته وتم القبض على المتآمرين ولكن طبعا كان فيه شخص فاجأ الملك من الخلف وزبحه بسكين دبح الملك بسكينة من الخلف طبعا الجرح كان نافس في الرقبة وتوأل الحكم من بعد الملك رمسيس الثالث ابنه المسمى الملك رمسيس الرابع من زوجاته إيزيس إيزيس وجدنا ممياء بن تاور ملفوفة بجلد الماعز الذي كان يعتقد المصريين القدباء أنه جلد غير نقي يعني جلد نجس جلد الماعز بالنسبة للمصريين نجس كما وجدنا يديه ورجليه مربوطتين بحبال من الجلد أود أن أقول هنا أن بن تاور لم يتم تحنيته بل تم الاكتفاء بتكفيف جسده في ملح النترون وصبر راتنج داخل فمه المفتوح وتعرف مميائه باسم المميا السارخة ووجدنا علامات شن على رقبة بن تاور سجلت قصة مؤامرة الحريم على بردية موجودة في المتحف المثلي بتيرون تيرينو بإيطاليا وجدنا ممياء بن تاور داخل خبيئة الدير البحري الملكية وهي المميا المعروفة باسم المميا السارخة حيث شنق هذا الرجل طبعا ما حد شنقه ولكن هو شنق نفسه والمميا موجودة حاليا بالمتحف المصري بالقاهرة دل لنا كنت عايز أحكيه النهاردة أتمنى أن يقنون إعجابكم وتشتركوا في القناة للي لسه مشتركش وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو ده علشان الكل يستفيد شكرا ليكم وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة كان معاكم محمد مصطفى السلام عليكم اشتركوا في القناة